أخيراً تلفزيونات الأولد من سوني صارت جاهزة للجيل الجديد من الألعاب واليوم نستعرض لكم أحدث موديل من شركة سوني اللي هو الأولد A80J خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب في هذا الفيديو الجديد على فقرة حزة هارد وير في ترو جيميك اللي بنتكلم فيه عن تلفزيون جديد من سوني من فئة أولد وجاهز للجيل الجديد من الألعاب أتكلم عن البلايستيشن 5، الأكس بوك سيري اس اكس وحتى البي سي تبقى تلعب على البي سي هذا التلفزيون مهيئ من سوني والسنة الماضية سوني كانت من أول الشركات اللي نزلت تلفزيون مخصص أو جاهز لللعب على الجيل الجديد من الألعاب تحديداً البلايستيشن 5 وسميته سوني تلفزيون اللي جاهز للبلايستيشن 5 سوقته بشكل كبير جداً وإحنا استعرضنا معكم وصراحة كان من أفضل تلفزيون عند السنة الماضية لكن تان بتقنية الـ LED أو الـ Full Array LED هالمرة الحمد لله خصائص الجيل الجديد من الألعاب وصلت تلفزيونات الأولد سواءً الـ ATJ اللي معنا اليوم أو الفئة الأعلى من الأولد اللي عند سوني اللي هو الـ A90J الـ A90J في خصائص زي تبريد حراري موجود داخل التلفزيون يساعدوا على رفع الإضاءة بشكل أكبر هذا اللي يفرق فيه فعلياً عن الـ ATJ الفروق ما هي كبيرة أنا أتوقعها مقارنة بتجاربنا مع تلفزيونات أخرى لكن سوني ما عطتنا تلفزيونات A90J عشان نجربه فبنكتفي اليوم تجربة الـ A-ATJ إذن ما الجديد في تلفزيونات أولد سوني لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية طبعاً يا شباب إحنا نتكلم عن تلفزيونات 4K OLED في سوني عندها 8K فهذا الفئة ذي بالكامل ما راح أتكلم عنها لأن أصلاً ما عندنا محتوى 8K عشان نوريكم إياه ونستعرضه أو إلا شيء فما لا سبب لوجود التلفزيون ذات في True Gaming ركز على 4K لأن هذه أجهزة للعاب ووصلت له الآن أوكي فنتكلم عن هذا التلفزيون يجينا بثلاث مقاسات يا شباب 55 و 65 و 77 الفئة الأعلى منه A90J راح يجي منها مقاس أعلى ما كان متوفر من قبل في الأوليد اللي هو AT3 بس هذا الفئة العليا مو هذا التلفزيون هذا التلفزيون أكبر مقاس منه 77 أصغر مقاس منه 55 اللي عندنا هنا اليوم هو الـ 55 إنش منه كعادة سوني في كل أجهزتها الإلكترونية تتكلم كاميرات تتكلم جوالات تتكلم تلفزيونات التصميم رائع وأنيق هذا الشي ثابت عند سوني هنا معنى نفس الحالة طبعاً التلفزيونات الحديثة واللي يسمونها التلفزيونات الذكية صار بداخلها معالج فهنا عندنا معالج سوني الجديد لهذا التلفزيون اللي اسمه Cognitive Processor XR المعالج طبعاً يساعد التلفزيون في أن يحقق أشياء كثيرة منها يساعده في أن يحصل على كونتراست أفضل ألوان لون أسود أفضل يحاول يرفع صيغ التلفزيون اللي تكون أو صيغ الإشارة اللي تكون أقل من 4K يرفعها إلى دقة 4K عشان تظهر بشكل أفضل على التلفزيون لأن زي ما نعرف إذا كانت دقة التلفزيون عالية وعطيته محتوى دقته أقل يطلع بشكل أسوأ من التلفزيون العادية لذلك المعالج يحاول يحسن هذه الصورة عن طريق استخدام قدراته الخاصة أيضاً المعالج هذا رح يساعد في تقديم صوت أفضل بحيث أنه يأخذ الأصوات العادية ويحاول يحاكيها بحيث تعطيك شيء مشابه للصوت المحيطي والتقنية هذه صرنا نشوفها كثير أصلاً فيه الأجهزة بشكل عام حتى السماعات اللي تنبس على الرأس وغيرها من الأشياء أي تلفزيون حديث خصوصاً اللي دقتهم 4K بدون تقنية HDR ما لا داعي الأولد هذا اللي عندنا اللي هو الـ 880J فيه تقنيات HDR متعددة وصيغ كثيرة عندنا HDR10 موجود اللي تستخدمه كثير من الأفلام والمحتويات والألعاب خصوصاً تقريباً كل الألعاب اللي تستخدم HDR حالياً تستخدم HDR10 عندنا HLG اللي هي خاصة أكثر لتقنيات البث وعندنا صيغة مشهورة جداً أيضاً Dolby Vision اللي كثير من أعمال نتفلكس راح تلاحظون أنها تستخدمها وأيضاً التلفزيون هذا يقدم شيء اسمه خاصية أو وضع خاص للنتفلكس بحيث أنه يعطيك إعدادات للصورة تكون مناسبة جداً لمحتوى نتفلكس اللي أنت تبغى تتفرج عليه وما ننسى طبعاً الريموت كنترول المعروف من سوني ما تغير كثير عن السنة الماضية فيه زر خاص بالنتفلكس فيه زر خاص لليوتيوب زر لليوتيوب منلوز ميوزيك وزر للبرايم فيديو فهذه الأشياء بتختصر عليك أيضاً لأن كثير مننا نصار نستخدم التلفزيون لمحتوى نتفلكس فشي رائع أن نشوفهم مجهزين عدادات الصورة بالكامل للتطبيق هذا نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي الجايمينج والألعاب شو اللي يتغير معنى في التلفزيونات أوليد هالسنة السنة الماضية كانت تلفزيونات أوليد ما فيها صيغة الـ HDMI الجديدة بالتالي كانت أقصى شي تقدر تعطينا يا 60 نطار بالثانية ما تفعل الألعاب اللي تشغل 120 نطار على البلاي سيشن فايف ما تقدر تشغلها على التلفزيونات أوليد من السنة الماضية أو موديلات 2020 هالشي تغير الآن ليش؟ لأن منافذ HDMI 2.1 وصلت لهذا التلفزيون أو لسلسلة الأوليد من سوني طبعاً عندنا منفذين للـ HDMI 2.1 من وراء أوكي؟ وأيضاً عندنا أحد المنافذ هذه بيكون أيضاً يدعم الإي آرك إذا كنت تستخدم نظام صوتي منزلي يدعم الإي آرك بيكون شي مفيد جداً هذا لك أنا محبط نوعاً ما أنه منفذين فقط HDMI 2.1 تمنيت المنافذ الأربعة كلها اللي موجودة تدعم HDMI 2.1 حتى تلفزيون LED X90H من السنة الماضية كان يدعم فقط منفذين HDMI 2.1 أتمنى أن السوني تغير هذا الشيء في المستقبل لأن هذه واحدة من النقاط السلبية القليلة جداً اللي شفتها في هذا التلفزيون طبعاً اللي ما يعرف HDMI 2.1 هي صيقة نقل بيانات سريعة للـ HDMI جديدة يدعمها أجهزة جيل جديد من الألعاب زي البلايستيشن 5 تخليك تقدر تلعب الألعاب بسرعة إطارات تصل إلى 120 إطار بالثانية وأيضاً تدعم Auto Latency Mode اللي موجود في أجهزة الجيل للألعاب للأسف VRR اللي حق معدل الإطارات المتغير هذه التقنية يدعمها التلفزيون لكن ما وصلت له إلى الآن سوني تقول أنها راح توصل عن طريق تحديث مستقبلي لذلك ما حصل لنا أبداً أنه نجربها أو نعرف قدراتها الآن نروح إلى واحدة من المزايا التنافسية لتلفزيونات الأوليد من سوني هي واحدة من الأشياء اللي تخليك ممكن تتخذ قرارك أنك أنا بأخذ تلفزيون أوليد من سوني شيء يعجبني صراحة جداً عندهم اللي هو الشو؟ أندرويد تيفي أندرويد تيفي الحلو فيه يدعم اللغة العربية بالكامل مليان تطبيقات هو أفضل نظام تشغيل للتلفزيونات بسبب كثرة التطبيقات اللي موجودة عليه كل شيء ممكن تتخيله يعني نتفلكس برايم فيديو أبل تيفي يعني يوتيوب عد وحصي تشبك في يوزرك حق جوجل الآي دي حقك تحمل تطبيقات مترابط مع جهزك الثاني اللي استخدم فيها الآي دي حق جوجل جداً مريح من ناحية الاستخدام كل التطبيقات موجودة بسهولة تستخدمها في تطبيقات كثيرة تفيدك حتى خارج التطبيقات الستريمينج فهذا شيء جميل أندرويد تيفي ميزة تنافسية لتلفزيونات سوني هذا ما يعني إطلاقاً أنك ما تجد تستخدمه وإذا أنت مستخدم جوجل ولا أندرويد بشكل عام أنا مستخدم آيفون من الأشياء اللي تعجبني جداً في هذا التلفزيون أنه يدعم الأبل اير بلاي يعني أقدر أسوي ميرورينج من جوالي على طول على التلفزيون بكل سهولة أوكي أقدر أيضاً أحط التلفزيون عندي في الهومكت وتحكم فيه عن طريق خصائص المنزل الذكي اللي موجودة في أجهزة آيو اس فهذا شيء جميل أن التلفزيون متعاون مع جميع أنواع أنظمة التشغيل بس زي ما قلنا كونو أندرويد تيفي عندك شام مثل جوجل أسستنت موجودة هنا عندك كروم كاست بلت إن هنا تقدر تستخدمه مباشرة دم تركبه أو يكون قطعة خارجية على طول موجود مدمج في التلفزيون إذن تلفزيون الـ AATJ من سوني مين مفروض يأخذه؟ مفروض يأخذه الشخص اللي ما تم يحصل على أفضل صورة ممكنة اللي تقدمها تلفزيونات أوليد وتقنية أوليد جميع تقنيات أوليد يعني اللي موجودة في السوق حالياً عندنا كلها بنفس المستوى تقريباً ما في تلفزيونات أوليد أفضل من الثاني شي طبيعي طبعاً لأن تصنيع البانا الواحد فجودة الصورة بتأخذها جودة رائحة جداً لعبة أحد AATJ اللي يعلم منه بيعطيك إضاءة أفضل وتحسين طفيف بالصورة بس مو ذاك اللي يسوى الفرق الهائل بالسعر وللي يسأل عن سعر هذا سعره ستة ألاف وستمية وتسعة وتسعين ريال يعني تقريباً ستة ألاف وسبعمائة ريال بشكل عام تلفزيونات أوليد نزل سعرها ما كنا نقدر نحصل على تلفزيونات أوليد خمسة وخمسة مبوصة بهذا السعر من بداية صدوره فشي جميل هذا أن التلفزيونات الأوليد تصير متوفرة لشريحة أكبر من الناس هذا كان استعراضنا للجهاز زي ما قلنا في بعض العيوب البسيطة ليت منفذين HDMI 2.1 صارت أربع منافذ بالكامل ليت الفيرار موجود من الحين ما ننتظره في تحديث مستقبلي خلاف ذلك تلفزيونات رائع جداً بكل ما تعني الكلمة من المعنى وأقدم لك جودة صورة رهيبة تجربة الجيل الجديد من الألعاب بتكون عليه خرافية أعطيكم العافية على المتابعة كم معكم حمد البسيمي لا تنسونا باللايك يا شباب اشتركوا بالقناة إذا لم تشتركوا الاحين أعطونا رأيكم بالتعليقات عن هذا التلفزيون